سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة كل يوم منحة معكم من البجنير واليوم في فيديو جديد طيب بالنسبة للفيديو اليوم إن شاء الله هو عن منحة دراسية مقدمة من طرف دولة ماليزيا لدراسة درجة الماجستير في أي تخصص وبدون شهادة لغة بشكل إلزامي قبل أن نبدأ فقط أريد الإشارة أنه تم انطلاق رسميا خدمة جديدة على قناة كل يوم منحة وهي خدمة التقديم بحيث أنه وصلتنا رسائل عديدة جدا من أشخاص يريدون التقديم من خلال قناة كل يوم منحة أو نقوم بمساعدتهم في ملء الأبليكيشن أو القيام أو إنجاز بعض الوثائق فبالتالي قررنا أن نعلن عن هذه الخدمة بحيث أن كل أشخاص يمكنها التقديم عليها والتواصل معنا بشكل مباشر إما عن طريق الواتساب أو عن طريق تليجرام أو على الفيسبوك أو الإنستغرام وإذا أنت من الأشخاص الذين يريدون التقديم على هذه الخدمة يمكنك ملء أبليكيشن فورم يوجد في صندوق الوصف والثاني شيء هو بالنسبة للايف كل يوم أحد كل يوم أحد سوف يكون هناك باث مباشر للإجابة عن الأسئلة التي نستقبلها بشكل أسبوعي فمن اليوم يمكنكم طرح الأسئلة التي تريدون تحت أي فيديو أو في التواصل معنا خلال السوشيال ميديا وسوف إن شاء الله يتم الإجابة عن هذه الأسئلة كل يوم أحد ساعة عشر بتوقيت مصر أعتبرك استشارة مجانية تقدمها قناة كل يوم منحة لكل الطلاب طيب نبدأ الآن بالنسبة لمنحة اليوم منحة اليوم كما قلت هي منحة مقدمة من طرف دولة ماليزيا وهذا هو الموقع الرسمي الخاص بالقناة حيث أنكم يمكنكم تصفح باقي المنح والفرص الموجودة مع ذكر أكيد كل التفاصيل والموقع الرسمي لكل فرصة على حيث طيب بالنسبة لمنحة ماليزيا هي مقدمة لدرجة الماجستير وهذه المنحة هي مشابهة تقريبا ولكن أفضل من منحة ماليزيا الدولية التي تم الإشارة إليها في أحد الفيديوهات السابقة وسوف تظهر لكم فوق بحيث أن منحة ماليزيا الدولية السابقة كانت ماجستير ودكتورة ولكن كانت ممولة جزئيا وليس كليا بينما منحة اليوم فهي منحة ممولة بالكامل وفرصة ممتازة جدا وفيها تخصصات عديدة جدا جدا كما سوف نرى أثناء ملء الأبليكيشن هذه المنحة هي منحة الـ MTCP لدرجة الماجستير بماليزيا وستراوح مدة المنحة إما سنة إما سنتين حسب أنك سوف تحصل على القيم ببحث فقط أو أنه سوف يكون دراسة مع بحث طيب بالنسبة للفئة المستهدفة هي كل الطلاب الأجانب كل الطلاب من الدول النامية والدول العربية يمكنهم التقديم على هذه المنحة وآخر موعد للتقديم هو 16 يوليو 2022 فليس مسبق وقت طويل يعني تقريبا حوالي 18 يوم يمكنكم الإسراع في التقديم على هذه المنحة بالنسبة لهذه المنحة كما ذكرت قبل قليل هي منحة ممولة بشكل كامل تشمل أولا رسوم الدراسة بالمجان بمعنى أنك لا تدفع أي رسوم دراسية للجامعة والشيء الثاني أنه لديك راتب تقريبا محاولة 3500 رينجز ماليزي بشكل شهري ويعادل حوالي 800 دولار وهذا الراتب يشمل هذه الأشياء أول شيء بدل المعيشة للمعيشة في ماليزيا المعيشة في ماليزيا ليست من الدول الغالية جدا ف800 دولار أريد مبلغ ممتاز للمعيشة في ماليزيا بالإضافة أنه يشمل أيضا مصاريف الكتب إذا أنت تحتاج أي كتب أو مجلدات أو مصادر من أجل الدراسة والقيم بالمشروع التخرج للماجستير فهذا يشمل من ضمن المنحة بدل الأدوات إذا كنت مثلا تخصصك يحتاج إلى بعض الأدوات المعينة فبالتالي المنحة تشمل ذلك أيضا السكن إيجار المسكن يعني أنت إذا لديك مسكن أو سكن بره يمكنك ذفع الإيجار من خلال هذا الراتب الشهري ومصاريف التنقل بما فيها إذا تريد تنقل من مدينة إلى مدينة أو داخل مدينة نفسها الرسالة أو مشروع التخرج بدل الصفر تذكرة الطيران من وإلى بلدك كما قلت أنها ممولة بالكامل والمنح ممولة بالكامل فتشمل تذكر الطيران وكل هذه التفاصيل وبدل التدريب العملي بما أننا نتحدث عن ماجستير فبالتالي أنت مطالب بالقيام بتدريب عملي من أجل إتمام الرسالة أو مشروع التخرج وأيضا الحصول على التخرج بشكل نهائي فبالتالي التدريب العملي أيضا من ضمن أو يعني تكاليفه تحت المنحة ونهاية الدراسة عند نهاية الدراسة يكون في مبلغ يتم تقديمه للطالب طيب الصراحة المميزات ممتازة جدا 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 وهي من حم ممولة بالكامل ماليزيا الآن أصبحت من دول القوية في المجال الأكاديمي وأيضا في المجال الاقتصادي تعتبر من بين أفضل الدول للدراسة في آسيا نهيك عن أن جمالها الطبيعي وشعبها وأن الشعب يتحدث لغة المالايا ولكن في نفس الوقت يتحدثون اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز جدا فصراحة يعني بلد يستحق أنه يكون مثلا يكون وجهة للطلاب الشيء الثاني هو بالنسبة لشروط التقديم على هذه المنحة طيب في شروط ويجب الانتباه إليها نكرر مرة أخرى أن آخر موعد للتقديم هو 16 يوليو 2022 أول شيء مؤهلات الأكاديمية أنك يجب أن تكون حاصل على البكالوريوس للتقديم على درجة الماجستير ويكون كأدنى حد و3.5 في جي بي اي أعرف أن هذه الدرجة مرتفعة إلى حد ما ولكن لأن المنحة فعلا منحة تستحق وكأنها منحة تميز يعني فقط للطلاب المتميزين فأكيد يعني في عديد من الطلاب حصلوا على هذه الدرجة كبكالوريوس يمكنهم التقديم شرط العمر 45 سنة وهذا شيء ممتاز جدا لأنه أغلب المنح لما يكون ماجستير يكون أقصى عمر هو 30 فهذه 45 فشيء صراحة هائل بالنسبة لشرط اللغة يكون فيه إثبات إتقان اللغة الإنجليزية وسوف نتعرف على الشهادات المطلوبة وإذا أنت من أحد دول الناطقة باللغة الإنجليزية كلغة رسمية لا داعي لإحضار هذه الشهادة نحن في الدول العربية يعني هذا ليس متوفر لدينا يعني بحيث أن اللغة التي يندق بها الدول العربية لغة عربية واللغة الإنجليزية مجرد لغة ثانية أما إذا أنت حاصل على بكالوريوس باللغة الإنجليزية يمكنك فقط تقديم وثيقة تثبت أن برنامجك الدراسي للسنة الماضي أو للبكالوريوس كان بلغة إنجليزية فهذا شيء جيد إذا أنت لديك بكالوريوس باللغة الإنجليزية فقط أرفق وثيقة تثبت ذلك يكون يكشف طبي يتمتع الطالب بمستوى صحي مصادق عليه من قبل الطبيب أو دكتور عفوا هنا في خطأ طبيب أو دكتور أو عيادة فبالتالي سوف نتعرف عن النموذج الذي يجب ملئه والدراسة أنه يكون عندك الدراسة بدوام كامل في أحد الجامعات لأن هذه المنحة هي تقوم بتمويلك للدراسة في أي جامعة أنت تريد بماليسيا بالنسبة للتخصص فهي تخصصات عديدة جدا فيها العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والمعلومات والاتصالات والعلاقات الدولية والسياسية والزراعة والتعليم وسوف نتعرف عنها أثناء التقديم أو ملئ الأبليكيشن وهذه هي لائحة الجامعات المدرجة تحت هذه المنحة 23 جامعة عدد ممتاز جدا للتقديم على واحدة أو ثلاثة جامعات مثلا والانتظار خطب القبول فصراحة سوف يكون شيء جيد الشيء الأخير بالنسبة لطريقة التقديم الأوراق المطلوبة طيب بالنسبة للأوراق يجب الانتباه جيدا أول شيء يجب مال نموذج الطلب أبليكيشن فورم وسوف نتعرف عن طريقة ملئه بالتفصيل يكون عندك خطابين توصية يعني اثنان من ريكمونديشن ليترز ويكونوا كورقة خطاب نية والموتيفاشن كشف الدرجات والترانسكريب توسير فيكيت اوف جرادواشن سيرة ذاتية نسخة مصادقة لها من اختبارات إيجادة اللغة الإنجليزية إما يكون عندك طايفل ولا آيلس ولا البي تي اي ولا سي اي اي ولا أحد من هذه الشهادات أو مؤهل معادل يعني أي شهادة تثبيت مستوى في اللغة الإنجليزية ونسخة مصادقة من جواز الصفر كدري العلاجنسية وتقرير الفحص الطبي ويوجد وثيقة لذلك يعني ما عليك سوى أن تملأ هذه الوثيقة من طرف أي عيادة أو دكتور ويكون عندك وخطاب القبول في أحد الجامعات إن وجد ليس بشكل إلزامي طيب بعد أن تعرفنا عليك جميع التفاصيل خاصة بهذه المنحة لدينا الموقع الرسمي لمعرفة المعلومات وتقديم على المنحة بشكل مباشر أو تقديم من خلال الفريق كل يوم منحة لزيادة نسبة القبول طيب نذهب إلى الموقع الرسمي وهذا هو الموقع الرسمي يوجد عليه المنحة السابقة التي شرحنا هي Malaysia International Scholarship وليست هذه منحة اليوم هذه منحة السابقة التي كانت للPHD والماجستير بإنما منحة اليوم هي منحة الMTCP وهذه هي كل التفاصيل إذا تريدون معرفة باقي التفاصيل عن المنحة وعن الشروط يمكنكم تحميل هذا الملف وقراءة كل شيء عليه وهذه التفاصيل هي الموجودة بالموقع بحيث أنه قمنا بترجمتها للغة العربية طيب إذا نريد التقديم نضغط على هذا الرابط فننتقل مباشرة إلى هذه الخانوة طيب يقولون هنا أن الـ 16 جولاي فإذا لديك already account تضغط على sign up ويطلبون منك فقط مجموعة من الأسئلة البسيطة مثل ما هو الدرجة التي تريد درستها تضغط على أن تريد ماجستير بعد ذلك تضغط على الـ Passport وتضع Password Confirm Password والإيميل والتاريخ الميلاد والجنسية أنا قمت بهذه الخطوة قبل قليل فبالتالي يمكنني فقط الانتقال مباشرة على login وفي المعلومات التي تم ملؤها في البداية فهو يتم الاحتفاظ بها فمثلا لدينا الفول نايم تضع الاسم بالكامل تاريخ الميلاد كان تم القيام بأثناء الصينة فأنا وضعت هنا أي معلومات فقط لتوضيح طريقة التقديم الجندر تكتب ميل ولا في ميل تاريخ انتهاء صلاحية الجواز الصفار ما هي الجنسية ما هي الديانة ما هي الحالة سواء متزوج غير متزوج عدد الأطفال إذا غير متزوج عدد الأطفال صفر تضع هنا تفاصيل خاصة بالعنوان ورقم الهاتف كلها تفاصيل خاصة بالعنوان والبلد كل ما عليكم هذه المعلومات صراحة هنا مطالب بملك كل الحقول بحيث أنك لا تستطيع الانتقال للصفحة القادمة إلا لما يتم هذه المعلومات هنا فيما يخص التواصل في حالة أنه تعذر الوصول إليك تضع اسم أي شخص وتضع علاقة كبيرة يا إما الأباء يا إما الزوجة يا إما أحد من الأقارب يا إما أحد من الأصدقاء هنا تضع رقم الهاتف لهذا الشخص والإيميل الخاص به والعنوان هو والبلد والتفاصيل عن هذا الشخص يعني بحيث أنهم يمكنهم التواصل معه نضغط بعدها على للانتقال للمرحلة الثانية المرحلة الثانية هنا يوجد يعني تضع تفاصيل خاصة بالدراسة وكلها بسيطة جدا كل ما عليكم أن تضع اسم تضغط على وبعدها تضغط تضيف المعلومات المطلوبة مثل اسم المؤسسة مجال الدراسة مكان الدراسة وليبل ما هو المستوى ومتى بدأت الدراسة وانتهيت وكم هي الدرجة التي حصلت عليها هذا فيما يخص الأكاديميك فيمكنك إضافة مثلا إذا أنت لديك تريد دراسة الكناجستير الآن أكيد فأنت حصل على باكالوريوس تضع الباكالوريوس وتضع الثانوي أو الهاي سكول بالنسبة لهنا الأكاديميك هل أنت حصلت من قبل على أي جوائز أو على منح في آخر ثلاث سنوات إذا بالفعل حصلت على ذلك يمكنك وضعها وأيضا تضع أي وثيقة تثبت ذلك كوثيقة دليل يعني مجرد نسخة وأيضا أنها تكون متوافقة مع ترتيب كرونولوجي زمني يعني من الأحدث إلى الأقدم بعد ذلك هل لديك أي أنشطة قمت بها من قبل يعني شاركت في أنشطة تطوعية أو في بعض الأنشطة في الجامعة يمكنك إضافة المدة وأيضا وصف بسيط عن هذا النشاط وما هو كان دورك في هذا النشاط أو ما الذي قمت به بعد ذلك هل أنت كنت تعيش في أي دولة أجنبية من قبل ما هي الدولة وكم العدد يعني السنة وكم مدة الإقامة في هذا البلد بعد ذلك هنا هل حصلت على أي برنامج للتدريب في ماليزيا إذا نعم تملأ الخنات إذا لم تحصل أكيد تتركها فارغة وهنا هل حصلت على أي كورس لمدة قصيرة في ماليزيا إذا نعم تضغط المعلومات وتقوم بملأها إذا لا تتركها فارغة وهنا هل لديك عمل عند العودة إلى بلدك أو سوف تكمل في نفس العمل الذي تقوم به الآن أثناء العودة إلى بلدك وهنا هل أنت كنت في يوم مطالب من طرف المحكمة في أي دولة يعني هل كنت كنت بأي شيء مضاد للقانون من قبل نضغط لا وبعد ذلك نعكس وننتقل إلى المعلومات الخاصة بالأبليكيشن إنفو وهي عن الجامعة طيب الآن أنت تريد دراسة الماجستير فالماجستير أردي مكتوبة هنا فالآن بالنسبة للكورس التخصص ففي لائحة تخصصات هائلة يعني التخصصات التي قمت ذكرها في الموقع الخاص بموقع كل يوم منها هذه تخصصات رئيسية فكل تخصص لفروع عديدة جدا هذه التخصصات هي تخصصات رئيسية ولكن أثناء التقديم لديك تخصصات فرعية والشيء الجميل أنه لديك ثلاثة اختيارات يعني يمكنك اختيار ثلاثة تخصصات مختلفة فعفوا يعني تختار التخصص ولكن لديك ثلاثة اختيارات لجامعات مختلفة فهذا هو الشيء الجيد أنه تزيد من فرصة القبول أيضا تضع متى تاريخ الدراسة تبدأ الدراسة ولأي اكاديميك سيشن يعني يعني أكيد نحن نقدم لسنة 2022 23 وهنا تضغط اللغات التي تستحدثها هل اللغة العربية كلغة أم هل تستحدث اللغة الماليزية بشكل جيد بشكل ممتاز جيد متوسط مبتدئ أو لا أتحدث اللغة بالنسبة للسبيكر وبالنسبة للرايتن فهل لديك فهنا تضع المعلومات الخاصة بالايلس فإذا ليس لديك شهادة او طفل تؤثر في أي شيء وبعد ذلك تضغط على طيب هنا في الخاص سيكشن الخاص بالموتيفيشن فهنا مطلوب منك اكتب فقرة أو يعني من خمس تلاف كاراكتر خمس تلاف كاراكتر بمعنى وحروف وكل شيء يعني واضح توضح فيها الأسباب لاختيارك هذا البرنامج وما هو خطتك المستقبلية في هذا التخصص أو هذا البرنامج هنا يجب أضيق دائما كما أقول وأنك تتحدث عن هذا التخصص كشخص متخصص فعلا في هذا المجال وإذا ليس لديك معلومات كافية كل ما عليك الدخول على جوجل وكتابة مثلا لماذا ندرس تخصص الهندسة الميكانيكية وسوف تجد عدد هائل من الأسباب أيضا بالنسبة الفيوتشر كارير يمكنك كتابة الفيوتشر كارير أوف ميكانيكال انجينيرين وسوف يظهر لك عدد هائل من الأفكار يمكنك الاستعانة بها لكتابة فقرة ممتازة جدا من خمس سلاف كاركتر وإذا أكثر من خمس سلاف كاركتر يمكنك تحميلها على شكل ملف بالنسبة لستيتمت أوف إنتينت اللي هو النية تضع هنا في ستمائة كلمة تتحدث فيها عن ما هي يور موتيفايشن يعني ما الذي يحفزك للتقديم يعني ما هي اهتمامتك الشخصية والمهنية للتقديم على هذه المنحة عندما تقوم بالنهاية تضغط على وهنا فقط مثل السيرة الذاتية خاصة بال فتضغط على إذا أنت حاليا تعمل فتضغط على تقوم بمالأ هذه المعلومات الخاصة بالعمل مثل السنة والاسم المنصب الذي تشتغل فيه حاليا واسم الشركة والمؤسس أو يعني الشركة والشخص الذي يعني الذي وظفك وأيضا البلد وكم تحصل عليك راتب شهري وبعد ذلك تضغط على العمل السابق الذي كنت تعمله قبل هذا العمل وبعد ذلك نضغط على عندما نقوم بملأ هذه البيانات نضغط على وهنا خلص هذه هي آخر خطوة عند القيام بملأ أو تحميل الوثائق طيب هنا يجب الانتباه بشكل جيد جدا يقول لك أنك هذا الفورم الذي قمت بملأه عند الانتهاء تضغط على لأن هذا الفورم سوف تضعه هنا واضح بعد ذلك يجب إرفاق باسبورت جواز الصفار وتضع نسخة من الشهدات أو شهادة التخرج أو أي شهادات كانت لديك يعني شهادة كشف الدرجات الأساسية بالإضافة إلى أي شهادات أخرى لديك ويكون عندك أي شهادة تثبت مستوى في اللغة الإنجليزية طيب أو آيلت أو آذرز يعني أي شهادة أخرى والسيرة الذاتية الأدميشي الليتر يعني خطاب القبول من جامعة ماليزية إذا متاح إذا متوفر واثنان رسائل توصية وهنا الميديكار ريبورت يعني هذا الميديكار ريبورت تضغط على داونلود عفوا تضغط على داونلود فيظهر لك الأبليكيشن بهذا الشكل وهذا أو هذا الفورم تقوم بطباعته وتذهب إلى أي دكتور أو عيادة وتخبرهم أريد ملء هذه البيانات فهذا كل شيء يعني هذا هو بالنسبة لهذا الخطب تقوم بملئه وبعد ذلك تقوم بطباعة الأبليكيشن فورم وتأتي هنا وتقوم بتحمل كل هذه الوثائق أول شيء أبليكيشن فورم هنا موجود المساحة المسموح بها هي واحد ام بي واحد ميجابايت يعني وهنا هنا الباسبورت وهنا الأكاديميك ترانسكريبت فكل خانة تقوم بتحميل الفايل وبعد ذلك تضغط على أبلود تحميل الفايل وتضغط على أبلود لا تنسوا الضغط على علامة الأبلود وعند الإنتياء يعني بالنسبة لهنا نؤكد مرة أخرى الخطاب القبل من أي جامعة إذا متاح غير متاح لمشكلة نؤكد على شهادة اللغة يعني أي شهادة أخرى تضغط على أوكي أوكي وبعد ذلك تضغط وبهذه الطريقة تكون انتهيت من التقديم على المنحة منحة صراحة ممتازة جدا وفيها مميزات عديدة يمكنكم التقديم عليها وإن شاء الله يكون لكم بالتوفيق جميعا وإن شاء الله انتظرونا في المنحة القادمة إذا أنت مهتم بالتقديم على هذه المنحة وتريد التقديم من خلال فريق مختص يمكنك التواصل معنا أو ملء استمارة التقديم وسوف يتم التواصل معك إن شاء الله كانت معكم منال بوجنير شكرا جزيلا لكم إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته